الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أي مدى دعم اليوم السوق. لاحظنا مستوى 7420. وطالت أيضا الارتفاعات الأسهم الصغيرة والمتوسطة كذلك. طبعا منذ بداية جلسة التداول والسوق فيه ارتفاعات واضحة كارتدادة من الخفاضات الكبيرة التي حصلت خلال بداية الأسبوع والأسبوع الماضي. وبالتالي الارتفاعات دي كانت واضحة من نهاية جلسة أمس أنه فيه ارتداد السعرية. وبعد ثم فيه منتصف الجلسة شوفنا السوق يمكن تنفيذاته ضعفت بشكل كبير جدا. أغلب المستثمرين كانوا يتابعوا خطاب الرئيس. وبالتالي كانت التنفيذات ضعيفة نسبيا بعد خطاب الرئيس المستويات الأسعار تقريبا استقرت عند نفس المستويات. يمكن أن هبوط خفيف أو صعود خفيف وما كانش فيه أي أحداث مؤثرة بعد انتهاء الخطاب. لكن بشكل عام الخطاب كان مؤثر من ناحية الرؤية الاستراتيجية للدولة بالنسبة لثلاثة أمور رأسية. شكل الدعم في ظل ارتفاع السعر الصرف. موضوع جزيرتي تيران وجزيرة أخرى التي كانت فيها ترسيم الحدود. وسنفير والحاجة الثالثة هو الموضوع مقتل الشاب الإيطالي ريجيني وموقف الدولة منه. أعتقد أن السلاثة المواضيع كانوا بيهموا أفراد الشعب بشكل عام. ويمكن كان هناك بعض الرسائل التطمينة التي جعلت الجلسة التداول هادئة نسبيا. طيب هل الحديث عن الجزيرتين لأنه على ما يبدو كان أثار جزء من اللغط بالسوق لدى المستثمرين يا دكتور معتصم. هل تصريحاته حول الجزيرتين أعطت نوع من الطمأنينة الآن أم هي تهدئة مؤقتة للمستثمر؟ طبعا هو مش مهم أنه مستثمر نفسه. ومهم رأي الشعب في هذا القرار خاصة وأن هناك لغط كبير بين أفراد الشعب خاصة وأن الكثير ليس له المعرفة الكاملة بتاريخ هاتين جزيرتين. وأسباب اتخاذ القرار وما يدعي لتغيير الموقف الذي كان موجود وغيره. وبالتالي أعتقد أن الخطوة التالية وهو وجود وهذا ما أشار إليها سيادة الرئيس في الحديث وجود لجان متخصصة تابعة لمجلس النواب لبحث هذا الأمر. هو الأمر الهام جدا الذي سنظر له الشعب خلال الفترة القادمة. ماذا سيتخذ مجلس النواب إقرار التفاقية أو عدمه؟ ماذا سيتخذ مجلس النواب من وجود لجان محددة؟ لأنه كان الكثير ينتظر اليوم عن إعلان ما هي اللجان التي أخذت هذا القرار. كيف تم اتخاذ هذا القرار. كيف سيتم التعامل في المستقبل. ما هو تأثير ذلك على التفاقيات بين مصر وإسرائيل كتفاقيات السلام واتفاقية السلام. وبالتالي كان هناك بعض المواضيع التي لم تستكمل أو لم توضح بشكل كبير فيها أخطاب. وبالتالي الانتظار للجان التي سيشكلها مجلس النواب سيكون لها التأثير الأكبر على طمأنة الشعب. ثم طمأنة المستثمرين لأنه لن يكون هناك أي قلق سياسي خلال الفترة القادمة. هو ما يهتم بها المستثمرين. لكن حتى جملة أسعار السلع الأساسية لن ترتفع مهما حصل. يا دكتور موتاسم هنا تطرح سؤال. ما هي الأدوات التي يمكن أن تطرحها الحكومة لضمان عدم ارتفاع الأسعار اليوم؟ طبعا أنا في اعتقاد أن القصد من السلع الأساسية هي السلع التي تصرف على بطاقات التموين المصرية. وبالتالي هي الحد الأدنى للمعيشة بالنسبة لفئات الأكثر احتياجا. وده ممكن ضمانه عن طريق زيادة حجم هذه السلع على بطاقات التموين وزيادة أو استقرار الأسعار. عدم رفع أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة لأنه يأثر بشكل عام على مستوى التضخم. وبالتالي يمكن هما يدل بندين رأسيين. لكن هل يمكن تحكم في أسعار كافة السلع؟ بالتأكيد لا. مش هيحصل تحكم في أسعار باقي السلع. لأن أغلب السلع بيكون فيها تداول. هذه السلع تداول حر. السعر يحدده السوق. وبالتالي من الصعب تحديد ذلك. لكن كان فيه إشارة في اختبار رئيس. لما أشار لي دور الجيش في هذا الأمر. مما يعني أن الحكومة ستقوم عن طريق زراحة وهو الجيش. أنها تقوم بضخ هذه السلع في منافذ جانبية للمواطنين. وبالتالي تقلل من ارتفاعات الأسعار بوجود سلع منافسة من قبل هذه المؤسسات. اليوم الارتفاعات لم يواكبها أيضا ارتفاع بأحجام التداولات. دكتور مواطس. ممكن أن نرى التراجع بالأحجام من جلسة يوم الخميس. ما المطلوب خلال الفترة المقبلة لدفع هذه الأحجام إلى الارتفاع؟ خلال هذه الأسبوع فيه ثلاث قضايا رئيسية أصروا بشكل كبير جدا على شهيدة المستثمرين. الأمر الأول هو قضية رسكو منتصالات واستحوازها على سائي كابتل. وعدم اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى الآن. الأمر الثاني وهو موضوع الجيني والسحب السفير الإيطالي. ورجوع المجموعة المصرية اللي راحت إيطاليا. ولم يكن هناك قرار واضح بين الجانبين. والأمر الثالث وهو تيران وصنافير. وبالتالي تلات موضوع الحقيقة كلهم مهمين جدا بالنسبة للسوق. كان من طبيعي جدا أننا نجد أن شهيدة المستثمرين تنخفض نسبة لعما كان موجود خلال الثلاث أسابيع الماضية. وبالتالي السوق الجيد الذي فيه أنه حافظ على مستوى الدعم 3750 أو 3770. هذا مستوى الدعم المهم للسوق يوقف عنده. وما يهمنا الآن هو عدم كسر السوق لهذا المستوى حتى يستطيع استمرار في موجود الصعود مرة أخرى. لكن إذا قيام السوق بكسر هذا المستوى خلال الجرسات القادمة ستكون مستوى 750 مستوى دعم هام بالنسبة للسوق. بشكل عام المحفزات ليست موجودة في هذه الفترة. وبالتالي السوق ينتظر لما هو آت. نحن نعرف أن حتى الاستثمارات السعودية التي أقلت عنها في الزيارة لملك سلمان فرحتها أنها حفظت بشكل كبير نتيجة تيران وصنافير. شكرا جزيلا لك دكتور موتسم الشهيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة هورايزون لتدول الأوراق المالية. كنت معي من القاهرة.